برضو شيء مهم جدا فيه لعيب والحديث عنه الحقيقة ان هو هيكون موجود داخل نادي زمالك عشان يتم اختباره والتعاقد معه ولعيب ناجيري من جنسيته انجليزية من قص طبع ناجيري عنده 26 سنة اخر نادي اللاعب فيه في الدور الانجليزي هو نادي ريدنج الانجليزي وساندرلاند دول اخر ناديين وان اللاعب ده هيكون متواجد حيتم اختباره ويشوفوه في الملعب ثم التعاقد بقى وكشف طبعه عليه والتعاقد معه بعد كده هي جميز يعني شايف ان هو لعيب كويس وشايف ان هو وجوده هيفيد كتير الفريق لكن فيه تحفظ كبير جدا من مجلس ادارة نادي الزمالك على اللاعب بمعنى ايه بمعنى ان اللاعب صغير في السن بيلعب في الدور الانجليزي يمشي ليه من الدور الانجليزي ويجي دور مصر دور ادنى يعني ده عشان بس انتو فاكرين كلمة الدور الادنى دي تلعت من مين هقولوكم من مين دولا ده وبالتالي اللاعب صغير مع فرق طبعا السن اللي هيبقى موجود اللي قال كده ويجي هنا ويلعب هنا في الدور المصري طبعا دي جاب كبير جدا ويعني دوري مختلف عن دوري الحقيقة وفي نفس الوقت اللاعب يعني اخر ناديين راح لهم وتم اختباره فيهم ما نجحش يعني اللاعب الناديين قالك لا في الدور الانجليزي الحقيقة او في الكرة الانجليزية فهنا في تحفظ من مجلس الادارة على اللاعب ان هو يتم التعاقد معه حتى لو نجح وجميز شايف ان هو ينفع فريق نادي الزمالك يعني يمكن فكرة مجلس دات نادي الزمالك ان ما يحصلش نفس الغلطة اللي ممكن حصلت مع مودست في النادي الاهلي وان اللاعب كان بيلعب في بروس دورتمونت وقعد ست شهور ما بيلعبش وبالتالي جيه النادي الاهلي بعد ست شهور الرجل ما كانش بيلعبه ولم ينجح برضو نفس الكيس موجودة او نفس القضايا موجودة عند رجا انه بقاله من يناير اللي فات ما بيلعبش مش موجود ما بيلعبش مع اي نادي وانتهى عقده فبرضو الموضوع شبيه بشكل كبير جدا ما بين الاتنين فهو برضو انت مش عايز تقع في نفس الخطأ ده ان اللاعب ممكن ما يكونش فحالته مشي من الاندية اللي فيه اللي كان موجود معاها وما كانش بيلعب ايه بقى هيكون موجود تأثيره في الملعب ده في حد ذاته قدرت نزي مالك عندها تحفظ كبير على وضعية اللاعب ريجا اللاعب الانجليزي ومن اصول ناجرية عنده 26 سنة اقول لكم بقى كان في اكاديمية الارسن اللي نشئينه انضم لاكاديمية ليفربول تم التصعيده للفريق الاول في ليفربول عام 2016 وكان يورجين كلاوب هو اللي صعاده وشارك في 8 لقاءات باميس ليفربول ثم خضع الاختبار او سيخضع الاختبار بالنادي الزي مالك مركزه هو خط الوسط مركز 8 وهيكون فيه مباراوة ده للحكم عليه ده القصة بتاعة اللاعب بشكل عام والتحفظ اللي موجود داخل مجلس دارة نادي الزي مالك واسبابه الحقيقة من خلال اللاعب أقول لكم طبعا عبدالله السعيد بكرة فيه الاجتماع هتم منقش التجديد لعبدالله السعيد لموسم اخر بكرة جميس برضو هتم التحقيق معه في الاتحاد المصر الكرة القدم يعني في وقعة كانت موجودة يعني سابقة في الدور المصري المسلم اللي فات بقى في مباراة المصري وهتم التحقيق معه بكرة في هذه الوقعة كانت مع الحكم في مرش الزمالك والمصري تتذكروا هذه الوقعة بقى لها فترة بس طبعا الدور انتهى ودلوقتي هيكون التحقيق فيها طيب خلينا سريعا ناخد الاخبار البقية اللي معانا الخاصة بالبريمو الاهل بيجهز بيان رسمي في ازمة القندوسي وعقوبات متوقعة ضد اللعب واحتمالية عرضه للبيع في الفترة القادمة بناءا طبعا على التحقيقات اللي حصلت الايام الماضية طيب وكننا بنتكلم على اريجا الحقيقة يعني ونحن بنتكلم على الامور الفنية والامور الخاصة بيه اللي ما يحدث ازاخي نالزة مالك واجتماع بكرة وهناك برضو تفكير في تشكيل لجنة الكرة بنالزة مالك واللي متوقع ان يكون فيها عدة اسماء حتى الان كابتن طرق السيد هو الوحيد اللي موجود فيها وانه يكون موجود كابتن طرق السيد وعضاء مجلس الدارة ممكن هل عضاء مجلس الدارة ينسحبوا ويكون فيه اسماء نجوم لكرة القدم متواجدين بعيد عن اعضاء مجلس الدارة هنشوف برضو والدنيا هتكون ماشية ازاي خاني اروح لكابتن الكبير